طفل عمره 6 شهور توافى في الحادثة دي وكامل وزير بيقول لك يعني تعالي شوف كده بيان وزارة النائلة لقيت ان الوفيات والإصابات كانت الأشخاص موجودين خارج العربية الأولى للقطار وطبعا إعلام السيسي ركز على الحيطة دي زي لميس اسمع كده لميس فقط تلاحظ ان الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار يعني الناس دي كانت وقفة أو هكذا يقول بيان وزارة النائلة لقيت سكة الحديد إنه الناس دي كانت بتركب القطر الثاني أو كانت يعني ما عرفش بقى متشعبطين مش متشعبطين يعني التحقيقات هتكشف ده يعني يا لميس معلش يا لميس يعني البنت الطفلة اللي ماتت عندها مش عارف كم شهر دي دي كانت بين العربيات كانت بين العربيات يا علي الطفلة اللي ماتت دي كانت بين العربيات بس لميس اللي انتقدت ركوب الناس برا القطر اللي مليان عن آخره وما فيش شي موضع لأدم مش تقدر تقول السيسي الكلمة المشهورة اللي قالتها للرئيس مرسي مش قد الشيلا ما تشاهد وعلى مكرة كانت في حادثة قطر في البدرشين في البدرشين حصلت حادثة قطر أيام الرئيس مرسي وما كانتش تصرف على السكة الحديد مليم لميس طلعت شلحت شلقت للرئيس مرسي وقعت له مش قد الشيلا ما تشيلش بعد ما تصرف على النقل 2 تريليون لميس طلعا بارح تقول الكلمة شوف بقى لميس ورحلة مش هقول رحلة ايه تفضل تقيل عليك يا دكتور مرسي الشيلا ما تشيلش تقيل عليك يا دكتور أنديل الشيلا ما تشيلش تقيل عليك يا جماعة الإخوان الشيلا بلاش بتجروا ليه على السلطة أوي كده هذا وقد طلعت من الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار يعني الناس دي كانت وقفة أو هكذا يقول بيان وزارة النقل لو هي تسكة الحزين أنه الناس دي كانت بتركب القطر التاني أيام الرئيس مرسي مرسي هو المسؤول أيام السيسي أبو 2 تريليون في القطر بس في السكة في النقل بس الناس هيلي كانت بقى هيلي مسؤولة لكن طالما الحادثة دي حصلت في عاد السيسي فكل الإعلاميين صمم بكم عميان زي ما كتم محمد محمد قال أو بيقول لو كانت حصلت الحادثة دي أيام مرسي كان زمان كل من هب ودب بيشتن في مرسي والإعلام إبراهيم عيسى ولميس الحديدي وعمر قديم شغالين ضده لكن طالما حصلت في عاد السيسي صمم بكم عميانا ولسه هما الغلابة دول أي خاطروا بحياتهم ويركبوا برا ليه إلا من الفقر وقلت الحيلة ده اللي كتبته زهرة أو زهرة كتبت زهرة مثل أنه قالها زهرة الناس اللي الإعلام بيقول إن هما السبب في موتهم بحال السقطر اليوم عشان ركبوا الخارج طب هما هيخاطروا كده ليه إلا من الفقر وقلت الحيلة يا حكومة بتستقوت الغلابة أصاب نهب البلد ومش شارع معهم مين يموت ومين يعيش الله يرحم اللي ماتوا ويصبر أهليهم ويشف المصابين وانتقم من كل كان السبب ارحل يا سيسيا